الحلقة الجديدة من أسمائه جل وعلا أخبر عنه في كتابه فقال جل وعلا ينتقض الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم وقد جاء ذكر هذا الاسم في السنة في حديث من عباس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وجاء أيضا ذكره في الحديث المدرج الذي عد أسماء الله عز وجل في حديث أبي هريرة إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هذا الاسم الكريم من أسماء الله جل في علاه دال على معنى عظيم وهو عدم العجلة معالجة الأمور بصبر وعلم وحكمة فإن الحلم هو الصبر والعلم والحكمة التي تثمر أناتا ورفقا وعدم عجلة في التعاطي مع الأمور وفيما يجري من الحوادث والوقاع الله تعالى حليم فهو ذو أنات لا يعجل جل وعلا في عقوبته فلا يعاجل عباده بالعقوبة لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل ولا يجعله يبادر عباده بالعقوبة لعصيان عاصن بل هو جل وعلا ذو الفضل والإحسان والمجد والكرم والحلم عباده قد يستعجلونه بالعقوبة كما جرى ذلك من أهل الشرك والكفر فإنهم استعجلوا الله تعالى بالعقوبة كأنهم استبطأوا ذلك أو تحديا لرسل الله عز وجل وقد قال الله تعالى لرسوله لأولئك في جواب أولئك الذين يستعجلون قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العقاب والعذاب لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وقال جل وعلا في خطاب الكفار وبيان حالهم وما يقولونه للرسل وما يصدر عنهم ويستعجلونك بالعذاب أن يطلبون تعجيله وحلوله ونزوله و الله تعالى يقول لهم ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون إن الله جل وعلا ذكر هذا الاسم العظيم الدال على الرفق والصبر والعلم والحكمة والرحمة وعدم المعاجلة بالعقوبة والمؤاخذة على السيئة وقد قرنه الله تعالى في كتابه بعدد من الأسماء فقرنه جل وعلا بالغفور كما في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقد قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وهنا اقترن اسمه الحليم باسمه الغفور جل وعلا لذلك يكون منه كل خير لعباده فإن من اتصف بالمغفرة وهي الصفح عن الذنوب والخطايا والحلم وعدم المعاجلة في الأخذ على الذنوب والسيئات كان لعباده منه الخير الكثير والبر العظيم فلذلك استحذر عند الذنب أنه غفور وأنه حليم وأنه جل وعلا يمحو السيئات ولا يعاجل بالعقوبات فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل هذا لا يغر من كان بصيرا عالما بالله عز وجل لأن من الناس من يجعل مثل هذه الأسماء مفتاحا لتبرر الخطأ والتكثر من السيئ من العمل وهذا من جهله بالله فالله تعالى غفور حليم لكنه جل في علاه يملل الظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت لذلك احذر أن يملي الله لك فإنه قد أخبرك بمغفرته وحلمه لتأوبى وتعود وترجع إليه عز وجل وتتعرض لفضله وإحسانه إن الله تعالى قرن هذا الاسم أيضا بالعلم في مواضع عديدة فقال وصية يوصى في آية المواريث بالعلم في مواضع من كتابه فقال في آية المواريث في ختمها والله عليم حليم وقال جل وعلا والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وقال لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم وفي هذا الجمع بين هذين الوصفين العظيمين ما يبين أن الله تعالى ذو حلم واسع فإنه فإنه لم يعفو عن عباده ولم يكن ذاءنات ولم يعاجلهم بالعقوبة لجهله بما يكون منهم بل هو عليم بكل ما يكون من عباده فالظاهر والباطن لكنه جل وعلا حليم لا يعاجل وقد قال الله تعالى وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظهرها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا إن المؤمن إذا علم هذا كان حاملا له على إصلاح العمل وتطيب السريرة وأن يكون جوهره وظاهره على حال يرضاه الله تعالى عنه فإن الله تعالى لم يمللك لم يؤخر العقوبة لأجل أن تستكثر من السيء أو لأنه لا يعلم ماذا تفعل بل الله يعلم السر وأخفى إنما أمهلك ليعطيك فرصة تتوب وتستعتب وترجع فلا تفوت هذه الفرصة على نفسك كما أن الله تعالى قرن اسمه الحليم بالغني في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم غني عن عباده ولا يقبل جل وعلا المن بالعمل فإنه من من بالعمل أو آذى به فإنه يحبطه ولذلك ينبغي لك أن تعرف أن غني الله عنك هو وصف له ذاتي وهو يخبر بذلك أنك فقير إليه فمن تمام غنيه جل وعلا أنه لا يعاجل عباده بالعقوبة بل يملي لهم ويفسح لهم ليعودوا إليه ويأوبوا إليه كذلك قرن الله تعالى هذا الإسم الكريم بالشكور في قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز والحكيم فجاء اسمه الحليم مع الشكور ليبين متعلق هذين الإسمين فهو شكور للطائعين حليم على العاصين وهذا به تكتمل الصفات الكاملة تكتمل به الصفات الكاملة لله عز وجل فهو شكور لأهل الطاعة والإحسان حليم على أهل الإساءة والعصيان شكره يستوجب جل وعلا مزيد يستوجب مزيد الطاعة له سبحانه وتعالى وحلمه يستوجب سرعة الأوبة والعودة إليه بالاستغفار والتوبة إن هذا الإسم العظيم يستذكره المؤمن عند الكرب لماذا يتذكره عند الكرب لأنه ما أصابه من مصيبة فبما كسبت يده كما قال الله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فما كسبت يدك هو سبب ما نازل بك من مصائب بلايا لهذا إذا حل بك كرب تذكر حلم الله وأذن عليه به فإنه ما يصيبك إلا بعض نتاج عملك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحة من حديث بن عباس يقول في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم العظيم الذي كمل في عظمته الحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم كذلك يدعو المؤمن بهذا الدعاء عند ما تضيق به السبل وتضيق به المصائب وتحل به المصائب طلبا لكشفها وإزالتها توسلا إلى الله بالتوحيد وتوسلا إليه بجميل صفاته وعظيم ما أخبر به عن نفسه من أسمائه الحسنى سبحانه بحمده الله يحب من عباده أن يتصفوا بالحلم ولذلك جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فيهم رجل فقال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأنات وهذان الوصفان والخصلتان التي أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الله يحب هذه الصفة يحب من عبده أن يكون حليماً فلا يغضب ولا يبادل بالعقوبة ولا يعجل في الأمور فالحلم هو عند وجود الاستفزاز والأنات في تعاطي مع الأمور وبذلك يكمل للإنسان صلاح الحال وصلاح المال إذا كان ذا حلم وكان ذا أنات تدبر أموره واستبصره على نحو يتوقع به الشرور ويقدم به على ما يحب من الأمور إن هذا الوصف العظيم لله عز وجل يجب محبته في القلوب فإن العبادة إذا علموا حلمه جل وعلا أحبوه لأنه رب حليم لأنه رب رفيق لأنه رب يمهل عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة كما أنه يلقي في قلب العبد حياء من الله عز وجل فإنه من ذكر هذه الصفة وذكر إساءته وذكر أنه يملي له جل في علاه ويمهله ليستعتب كان ذلك حاملاً له على الاستحياء من الله والكف عن سيئة العمل كما أنه يفتح للعبد باب الرجاء فإنه إذا كان الله حليماً لا يعاجب العقوبة كان ذلك مدعاة إلى العودة إليه في أسرع ممكن و لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء و خير الخطائين التوابون و إذا عاد العبد إلى الله وجد رباً رؤوفاً رحيماً يمحو السيئة و تجاوز عن الزلل و يقبل التوبة و يغفر الخطيئة فيكون بذلك مقبلاً على رب ذي كمال في فضله و ذي إحسان في عطائه حليم جل في علاه ذو أنا الحلم كما ذكرت قد يغري بعض الناس بأن يمتد في السيئات لكن تذكر العبد بقية صفات الله عز وجل و أن حلمه على عباده ليس سبباً للاغترار به إنما هو سبب للعودة و الأوبة إليه تذكر أنه إن امتد في الخطأ و استمر على العصيان فستغلق عليه أبواب الهداية و يناله ما ذكره الله تعالى في كتابه فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منه و تذكر قوله تعالى فوربك لنحشرنهم و الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية هكذا يخبر تجل وعلا عن عقوبته إذا تجاوز العبد الحدود و اغتر بما أخبر الله تعالى به عن نفسه من حلمه فإن ذاك يوقعه في الهلاك اللهم إنا نسألك من لطفك و نستعيذ بك من غضبك و نرجوك من فضلك و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فدعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضع و داعه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته حتى نكون الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة